مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تسرب هواء بارد يشمل كل المناطق الشمالية هذا سيسمح لبقاء الأجواء الغير مستقرة حتى خلال الأيام القليلة المقبلة بحول الله ستتسرب سلسلة من الاترابات الجوية خلال يوم الغد دائما مساحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء غير مستقرة على كل المناطق الوسطى والغربية تكون مرفوقة بزخات من الأمطار نحو سواحل أحيانا تحت وقع الرعود الريح أيضا ستكون قوية نسبيا تلوج نتيجة لتسرب هواء بارد مرتقبة على المرتفعات الوسطى وكذلك الغربية أجواء متقلبة على المناطق الشرقية مع أمطار ابتداء من الظاهرة تدريجيا على سواحل وتلوج بإن الله ستمتد نحو المناطق الداخلية الشرقية هذا خلال صهرة يوم الغد بشمال الصحراء إلى غاية الجنوب الغربي تبقى أجواء مغاشات على العموم احتمال لبعض الأمطار أما بوسط الصحراء بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الأجواء ستكون شبه مغاشات الحرارة خلال هذه الليلة بحول لا تبقى باردة بالمناطق الداخلية مقيس ستروح من بين درجة واحدة بالجلفة إلى غاية أربع درجات بباتنا مرورا بدرجتين بكل من التيارة والبيض تسعة إلى إحدى عشر درجة بسواحل تمانية فقط ببشار عشر درجات بشمال الصحراء والواحد تلاتة عشر بإليزي اتنة عشر بأضرار بتندوف كذلك بجانات بينما تتروح ما بين ستة عشر إلى تسعة عشر درجة بأقصى الجنوب خلال ظهيرة الغد البرودة أيضا تكون محسوسة نتجة لتسرب هواء بارد حيث لن تتعضى اتنة عشر درجة بوهران بمصغانم خمسة عشر درجة بالعاصمة سبعة عشر ببيجاية وعنبة تسعة درجات فقط بباتنا بسطيف بالجلفة عشر درجات أقل بكل من تيارة والبيض سبعة عشر درجة منتظرة بالصورة أربعة عشر فقط بالواحد ثمانية وعشر درجة بوسط السحراء لن تتعدى تسعة عشر بتندوف بينما تتروح ما بين تلاتة وثلاثين إلى غاية أربعة وثلاثين درجة بأقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد بحول الله سيكون مطارب على طول الشريط الساحلي الريح أيضا ستكون قوية نسبيا تصل إلى خمسين كم في الساعة تتينة غربية جنوبية غربية على سواحل الوسطى والغربية تدور إلى غربية تماما بسواحل الشرقية جولة خاطفة إلى بعض عواسم شمال قارة إفريقيا بإن الله أجواء غائمة جزئيا بتونس والترابولس الحرارة ما بين عشرين درجة بتونس إلى عشرين درجة بترابولس أجواء مطرة بالعيون المحتلة مع خمسة وعشرين درجة غائمة بنواكشوت مع أربعة وثلاثين درجة مشمسة من القاهرة نحو الخرطوم أصولا إلى نيامي سبع عشرين درجة بالقاهرة لتصل على تسعة وتلاثين درجة بن يامي وكذلك بن جامينا نعود إلى أرض الوطن على مستوى العاصمة وقت الشرق ليوم الغد سيكون في حدود ستة وتلاثين دقيقة بعد السابعة صباحا أما الغروب على الخامسة مساء وثلاثة وتلاثين دقيقة ما عليكم إلا تتبعوا الآن لخريطة اليقدة لأكثر تفاصيل الموجودة عبر مواقع مصلحة الأرصاد الجوية أشكركم على حسن المتابعة دمتم دائما بصحة وعافية وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر